نادي الأهلي لبطولة سوبر أفريقيا إن شاء الله زي النهاردة بس الإسبوع اللي جاي هنقابل الرجاء البيضاوي رجاء كازاملانكا في قطر في سوبر أفريقيا ويمكن من الحاجات اللي قلنا وحسينا أنها تكون يعني مفيدة جداً للأهلي الموسم ده نتفادى بيها كل المطباط والمشكلات الصعبة اللي مرنا بيها هي أنه أنت عندك فرقة كاملة بتلعب فيه تلات منتخبات مصر وتونس والمغرب في بطولة كاس العرب عندك فرقة كاملة هنا قادرة تخوض كل التحديات وكل المنافسات على نفس المستوى بشكل كبير النهاردة الأهلي لعب سموحة في مرحلة التحضير الأخيرة لمواجهة الرجاء ومباراة الحقيقة تقلق فيها نجوم النادي الأهلي مباراة انتهت بسكور كبير بس مش لسكور الوحد والحقيقة اللي كان المكسب الوحيد لكن كان فيه مكاسب كتير جداً منها مشاركة عدد كبير جداً من نجوم تقلقهم إحرازهم أهداف أهداف الأهلي في المباراة النتيجة انتهت طبعاً خمسة واحد أهداف الأهلي أحرازها على التوالي كده ميكي سون هو اللي بدأ أحراز الأهداف بعد كده بيرسي تاو بعد كده عمار حمدي حسام حسن وليد سليمان وبالمناسبة علي لطفي يمكن كمان تقلق في المباراة بشكل كبير وتمكن من إنقاذ كمان ضربة جزاء تم احتسابها لسموحة هنتكلم طبعاً على مباراة مصر وتونس بكل تفاصيل بس خلينا نبدأ حلقتنا مع حضراتكم ونروح لأهم أخبار وعنوين حلقة النهارد ترجمة نانسي قنقر